الحوتي الأولى لك أن تنظر إلى ما ينتظرك في مدينة مارب هذه الأخبار الجديدة والتي تؤكدها مصادر عسكرية وميدانية أن الأيام القادمة ستكون مظلمة عليك وستكون الفصل والحاسمة في المعارك التي يخذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشياتك والتي تتلقى كل يوم أنباء عن مئات القتلى خصوصا في مارب بحسب المصادر فإن ميليشيات الانقلاب أيضا قد دفعت خلال الأيام الماضية تعزيزة عسكرية كبيرة إلى مأرب لخوض المعركة الفاصلة والحاسمة المدينة المقاومة والتي كبدت الحوثيين أعدادا هائلة في القتلى والخسائر البشرية والعسكرية والعتاد العسكري أشارت المصادر إلى أنه في الأيام القادمة القليلة ستشهد معارك الأعنب في تاريخ الحرب اليمنية ستكون أياما مفصلية في تاريخ اليمن أن القوات الحكومية ستقول كلمتها وتغير مصار المعركة بعملية عسكرية مفاجئة في عدة جبهات كما عرفت كل مناطق تعز كما عرفت مناطق تعز جنوب غربي اليمن خسائر فادحة للحوثيين وذكر المركز الإعلامي لعلوية العمال قال عامل ضمن قوات القوات المشتركة أن القوات تمكنت من تطهير مناطق جديدة غرب مديرية مقبنة غربية محافظة تعز وسط خسائر فادحة في صفوف الحوثيين هذا وقد حضرت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا من خطورة الوضع الإنساني في اليمن مشددة على ضرورة وقف القتال في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد وفدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واصل خميسة لأن صفراء المملكة والإمارات وبريطانيا والقائم بالعمال الأمريكي لدى اليمن عبروا خلال اجتماع عقده في الرابع عشر من ديسمبر عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمنية واشدد صفراء وفقا لواصل العلاقة الوطيدة لهذا الوضع الإنساني المعقد بالتصاعد العسكري المستمر والوضع الاقتصادي في اليمن محملين جماعة الحوثيين المسؤولية عن رفض وقف إطلاق النار اقترب يومك يا الحوثي محاصرة الحوثي من كل الجبهات ضربات التحالف القتال الشرس للجيش الوطني اليمنية وأخيرا وليس آخرا الضربات التي سوف يتعرض لها من الآن فصاعدا كل قارب حوثي أو طائرة حوثية تحركت وهي حاملة قنابل الموت والدمار فقد أعلنت البحرية الأمريكية أنها جربت سلاحا ليزريا ونجح في تدمير هدفه ودمرت به هدفا عائما في منطقة الشرق الأوسط وهذا السلاح هو عبارة عن نظام يمكن استخدامه ضد الزوارق غير المأهولة المحملة بالقنابل والتي يطلقها الحوثيون في اليمن ومن اليمن في البحر الأحمر وذلك وفق ما جاء في تقرير لصحيفة الواشنطن بوستال أمريكية يوم الثالث عشر من ديسمبر يوم أسود في تاريخ الحوثية اختبار وإطلاق تجريبي لنظام أسلحة الليزر من سفينة النقل البرمائية يو اس 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 بورتلاند ضد هدف في خالج عدن والذي يفصل بين الشرق إفريقيا وشبه جزيرة العرب الهدف من هذا التوجيه وهذه الضربة وهذا التمرين هو القوارب الحوثية قوارب الموث الحوثية والتي تشكل إرهابا عابرا للحدود لن يقبل به المجتمع الدولي على رأسهم الولايات المتحدة الأسطول الخامس للبحرية المتمركز في الشرق الأوسط قال إن سلاح الليزر قد اشتبك بنجاح مع الهدف المذكور وكانت يو اس اس بورتلاند قد استخدمت الليزر من قبل لإسقاط طائرة مسيرة في العام 2020 حال تفعيل هذا الإجراء هذا السلاح الحربي الخطير والموجه بالليزر والحديث والمتقدم لن يستطيع الحوثي تهديد سلامة وأمن وحيوية طرق الشحن الدولية وامدادات الطاقة العالمية